سوف نبدأ في حل المسألة السابعة لدى أحمد سناديق بحجمين مختلفين حيث أن السعة الكلية لستة عشر صندوقا من الحجم الأول تساوي X جالون لنقل أن الرمز C واحد يرمز إلى حجم الصندوق الأول ويشير الرمز C اثنين إلى حجم الصندوق الثاني لدينا ستة عشر صندوقا بالحجم الأول ونكتب هذه العبارة في شكل المعادلة التالية ستة عشر ضرب C واحد تساوي العدد X من الجالونات كما أن السعة الكلية لثمانية صندوق من الحجم الثاني تساوي العدد X من الجالونات لنكتبها هنا ثمانية ضرب C اثنين تساوي X جالون وبالطبع العدد X أكبر من سفر وبالتالي لا يمكن أن يكون لدينا عدد سالب من الجالونات باستخدام المتغير X ما هي سعة كل صندوق من الصناديق ذات الحجم الأكبر بوحدة الجالون لقد ذكرنا أن أحمد يمتلك صناديق بحجمين مختلفين وذكرنا أيضا أن السعة الكلية لستة عشر صندوق من الحجم الأول تساوي X من الجالونات وذكرنا أيضا أن سعة ثمانية صناديق من الحجم الآخر تساوي أيضا X من الجالونات وبالطبع فإن العدد X أكبر من سفر باستخدام المتغير X ما هي سعة كل من الصناديق ذات الحجم الأكبر بوحدة الجالون وكما تلاحظون سيعتمد الحل هنا على تحديد الصناديق ذات الحجم الأكبر أقصد أن فكرة الحل تتمثل في تحديد الصناديق الأكبر حجما وهذا هو مفتاح حل السؤال إذن نحتاج هنا إلى ثمانية صناديق من هذا الحجم كي تتسعى للعدد X من الجالونات ولكن نحتاج هنا إلى ستة عشر صندوقا من هذا الحجم كي تتسعى للعدد X من الجالونات إذن هذا هو الحجم الأكبر من الصناديق وإذا أردنا معرفة حجم الصناديق بالضبط نقسم كرة الطرفين على ثمانية عند قسمة كرة الطرفين على ثمانية نحصل على C2 تساوي X مقسوما على ثمانية جالونات وبنفس الطريقة يمكننا أيضا تحديد حجم هذه الصناديق بالضبط سعة الصناديق الحجم الأول تساوي X مقسوما على ستة عشر وكما تعلمون فإن ناتج قسمة أي عدد على ثمانية سيكون أكبر من ناتج قسمة أي عدد على ستة عشر وبالتالي فإن الصناديق الحجم الثاني هي الأكبر الإجابة الصحيحة هي X مقسوما على ثمانية إذن الإجابة هي الخيار D وعلينا قراءة هذه المسائل بدقة ننتقل لحل المسألة التالية المسألة الثامنة عشر لدينا المستطيل A B C D ولنفترض أن هذه الزاوية هي الزاوية A وهذه هي الزاوية B وهذه هي الزاوية C وهذه هي الزاوية D مرة أخرى يقع المستطيل A B C D على مستوى الإحداثي X والإحداثي Y وهذا يعني أن أضلع هذا المستطيل لا توازي المحاور دعونا نعيد الرسمة بشكل أوضح ينبغي علينا التركيز في هذه المسائل لقد ذكرنا أن أضلع المستطيل لا توازي المحاور وبالتالي ما هو حاصل ضرب أميال الأضلع الأربعة للمستطيل A B C D دعونا أولا نقوم برسم هذا المستطيل لدينا ضلع بهذا الشكل وآخر بهذا الشكل وثالث بهذا الشكل ورابع بهذا الشكل يبدو أنني لم أرسمه كما ينبغي لكن زواياه قائمة سوف نسمي ميل هذا الضلع M وبما أن هذا الضلع موازلة سيحمل نفس الاسم وعليك معرفة أمرا مهما هنا وهو أن ميل الخط المتعامد كهذا الخط يساوي سالب المعكوس وبالتالي فإن معكوس الخط M يساوي سالب واحد مقسوما على M أي أن ميل هذا الخط الذي أشير إليه هنا يساوي سالب واحد مقسوما على M وعليكم معرفة هذا الأمر دائما وبالطبع إن هذا الخط يساوي هذا الخط ويتعامد على هذين الخطين إذن هذا الخط أيضا يساوي سالب واحد على M وعلينا إيجاد حاصل ضرب أميال أضلع هذا المستطين إذن M ضرب سالب واحد على M لنكتبها هنا M ضرب سالب واحد على M ضرب M ضرب سالب واحد على M ثم M ضرب سالب واحد على M تساوي سالب واحد ضرب سالب واحد سالب واحد ضرب سالب واحد يساوي واحد وبالتالي الإجابة هي الخيار D كما لاحظتم تعتمد هذه المسألة بشكل أساسي على المعرفة بأن ميل الخط المتعامد يساوي سالب المعكوس ننتقل لحل المسألة التالية وهي المسألة التاسعة يتخلل برنامج تلفزيوني مدته ساعة واحدة عشرون دقيقة من الإعلانات التجارية فما هو الكسر الذي يمثل وقت البرنامج الذي لا يتخلله إعلانات تجارية بكل بساطة إذا اجتمل هذا البرنامج الممتد لساعة على عشرين دقيقة من الإعلانات التجارية فهذا يعني أن الوقت المتبقي للبرنامج يبلغ أربعين دقيقة إذن أربعين دقيقة مقسومة على ساعة ستين دقيقة تساوي اثنين على ثلاثة وهذه هي الإجابة الصحيحة سوف نبدأ بحل المسألة العاشرة إذا كان حاصل ضرب العدد ثلاثة من عشر وعدد ما X يساوي واحد فما هو العدد X سنقسم كلا الطرفين على ثلاثة من عشر يبقى لدينا X تساوي واحد مقسومة على ثلاثة من عشر ثم ما ناتج قسمة واحد على ثلاثة من عشر يمكننا استخدام الآلات الحاسبة الآن أو يمكننا ضرب البسط والمقام في عشر وبالتالي سنحصل على الكسر عشر على ثلاثة وعشر على ثلاثة تساوي ثلاثة والكسر واحد على ثلاثة ويمكننا كتابته كعدد دوري ويساوي ثلاثة فاصلة ثلاثة وثلاثين عدد دوري ننتقل لحل المسألة التالية المسألة الحادية عشر إذا كان المثلث XYZ معرف من خلال X مرفوعة للقوة Y ناقص Z مرفوعة للقوة Y إذا علمت أن كل من X و Y و Z عبارة عن عدد صحيحة فما هي قيمة المثلث عشر ثلاثة خمسة حسنا ما قيمة X X عبارة عن هذا الحد عشر إذن عشر مرفوعة للقوة Y والتي تساوي ثلاثة وفقا لهذا المثلث وكل ما قمت به هنا هو مطابقة أنماط ما بين المثلثين من ثم نكمل كتابة المقدار ناقص Z والتي تساوي خمسة مرفوعة للقوة Y والتي تساوي ثلاثة من جديد إن هذا المثلث يساوي عشر مرفوعة للقوة ثلاثة ناقص خمسة مرفوعة للقوة ثلاثة ومن ثم عشر مرفوعة للقوة ثلاثة تساوي عشر ضرب عشرة ضرب عشرة وتساوي ألف ومن ثم 5 ضرب خمسة ضرب خمسة ويساوي مئة وخمسة وعشرين ثم 1000-125 يساوي 875 وبهذا نكون قد انتهينا من الحل ننتقل لحل المسألة التالية وهي المسألة الثانية عشر سنرسم في هذه المسألة المستطيع وسنرسم بداخله خطا يبدو هكذا ولدينا النقاط التالية U, T, S, R, Q, B اذا علمت ان الشكل B, Q, S, T عبارة عن مستطيع وان الشكل U, R, S, T عبارة عن مربع وهذا يعني ان اضلاعه متساوية وبالتالي فان الضلع U, B يساوي 5 اقصد هذا الضلع كما ان الضلع U, T يساوي عدد صحيح موجب فلا يمكن ان يكون طول اي ضلع يساوي عدد سالم واذا علمت ان مساحة المستطيع B, Q, S, T يجب ان تكون اكبر من عشرة مرة اخرى اذا كانت مساحة المستطيع ككل اكبر من عشرة واقل من ثلاثين فما هي الاطول المحتملة للضلع U, T حسنا سوف نرمز الى طول الضلع U, T بالرمز X وبما اننا نتحدث عن مربع هنا فبالطبع هذا الضلع سيساوي ايضا X والسؤال الان ما هي مساحة المستطيع B, Q, S, T ككل ان مساحة هذا المستطيع تساوي 5 زائد X ضرب هذا الضلع الذي رمزنا له بالرمز X اذا 5X زائد X تربيع اذا هذه هي المساحة هذا المستطيع ذكرنا ان هذه المساحة يجب ان تكون اكبر من عشرة واقل من ثلاثين ويمكننا التعويض بعدد ما مكان الرمز X لنفترض اننا سنعوض بالعدد واحد مكان الرمز X عند التعويض في هذا المقدار سنحصل على 5 زائد واحد تساوي 6 ولكن العدد 6 اقل من عشرة لذا سنعوض بالعدد اثنين عند التعويض باثنين سنحصل على 5 ضرب اثنين تساوي عشرة واثنين S اثنين تساوي اربعة ومن ثم عشرة زائد اربعة تساوي اربع عشر ويحقق العدد اربع عشر هذه الشروط التي بمجيبها يجب ان تكون المساحة اكبر من عشرة واقل من عشرين او يمكننا ايجاد المساحة بشكل مباشر من خلال التعويض على الرسم ذاته مكان X ففي حال افتراض ان الرمز X يساوي اثنين نجمع 5 زائد اثنين ضرب اثنين والناتج يساوي اربعة عشر والتي تحقق الشروط سابقة الذكر وبهذا نكون قد انتهينا من الحل اراكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة